المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة وأن هناك من يسعى تحت صبق الإصرار والترصد لقتل الحقيقة أو خنقها لكن كما نقول أن الحقيقة لا يمكن حجبها أبداً لأنها مثل الشمس وهي ساطعة واضحة وضوح عدالة القضية الفلسطينية نحن كنقابة علاقتنا قوية مع الصحفيين الفلسطينيين مع التحاد الصحفيين العرب مع التحاد الدولي الصحفيين والهاجس دينا ككل أنه في أي محطة نترافع من أجل ضمان حقوق وكرمة الصحفيين بشكل عام والمرأة بالخصوص المرأة اليوم مثلا رجعوا للمغرب مثلا المرأة الصحفية ربما ما عندهاش برغم الإنجازات التي تحققت بقي خصنا المزيد من العمل خصنا مزيد من الجهد وخصنا مزيد من الدعم من طرف المؤسسات المعنية لضمان حضور قوي ووازن للمرأة داخل المقاولة الإعلامية لم نحيا ديال تقلد المهام أو للمناصب داخل المؤسسات الإعلامية يعني في إطار المناصفة مناصفة تقريبا ما حضراش عنا بقوة كتلقى جميع المقاولة التي ترأسها الرجال مع كامل احترام من الرجال وكي بقى كيف قلت أنه اليوم 8 مارس محطة للاحتفاء بالمرأة ولرفع الشعار ضرورة النهوض بالأوضاع للنساء عبر العالم